نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية يحظى بدعم أغلب النواب كشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي عن آخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية مبينا أن القانون يحظى بدعم أغلب النواب وقال الحمامي إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والأخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهما للغاية للمجتمع لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام في إشارة للتصويت وأضاف أنه من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بأنها منصفة في الكثير من القضايا مؤكدا أن قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيدا بأن الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات وأشار الحمامي لأن النسبة الأكبر من النواب داعمة للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى يشار إلى أن مجلس النواب قد أنهى الاثنين الماضي القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المثير للجدل أتشهد الأوساط العراقية منذ مدة تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد إلى خطين لا ثالث لهما ديني ومدني ترجمة نانسي قنقر